روسيا والارتزاق اسمان ارتبطا ببعضهما في الآونات الأخيرة حيث تتكشف باستمرار المزيد من خفايا وحقائق هذا الملف والتي تثبت ضلوع موسكو بهذا الأمر وخصوصا لجهة تجنيد السوريين للقتال لصالحها الاتحاد الأوروبي أجار الأقرب لروسيا والذي يعيش حالة توتر معها منذ الحرب الأوكرانية يتفاعل مع القضية حيث صرح الاتحاد على لسان متحدثه الإقليمي لويس ميغل بوينو بأن قضية تجنيد السوريين القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا تشكل انتهاكا لسيادة الأخيرة مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فرضوا منذ عام 2022 عقوبات على الأفراد والكيانات المنخرطة في تجنيد المرتزقة من سوريا من أجل القتال في أوكرانيا مبروك للشباب تعليق الاتحاد الأوروبي هذا يأتي بعد أيام من إزاحة الستار عن المزيد حول هذا الملف حيث نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية قوام بأسماء 141 سوريا قالت إنهم مجندون يقاتلون إلى جانب الجيش الروسي وكذلك كشفت شبكة السويداء 24 في تقرير سابق لها عن وصول مجموعة من المقاتلين السوريين إلى روسيا ينحدرون من محافظات مختلفة كحلب والسويداء واللاذقية وحمص كانوا قد سجلوا أسماءهم مع مستقطبين ينشطون في عمليات التجنيد داخل سوريا منذ عدة أشهر بعد أن استحكم وجودها في سوريا تستمر موسكو اليوم بتحويل مناطق سيطرة النظام إلى خزان بشري لتغذية مجموعاتها التي تقاتل فيما وراء الحدود الروسية خصوصا بعد انهيار مجموعة فاغنر التي كانت عرابة هذه المهمات